تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الدوان الملكي أعرب فيها عن أسماء آيات التهاني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأعرب سموه بهذه المناسبة الوطنية عن عميق الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين في ظل ما أسس له مفاق العمل الوطني من إرساء دعائم الديمقراطية والسيادة القانون سائلا المولى أن يحفظ صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاها ترجمة نانسي قنقر